بما أننا بدأنا نتحدث عن الطيارات السياسية والفصال السياسية المختلفة مستقبل المصلحة بين فتح وحماس على يد مصر في الفترة القادمة سيكون شكله من وجهة نظر حدرتك وخصوصا أن الطيارات والأحزاب بات الطبع الإسلامي في الفترة الأخيرة بدأت تتصدر الانتخابات الفرلمانية في عدة دول عربية أيضا في جانب منها من أثار الميديا العربية الغائبة عن الوقاعة اليومية الإشكال لأن بين الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وكل فصائله وقوى من جانب وبين سلوكيات فتح النازعة نحو الاحتكار نحو الأحادية وسلوكيات حماس النازعة نحو الاحتكار والأحادية فتح شكلت عشرة حكومات أحادية انفرادية في الأرض الفلسطينية المحتلة بين عام 1994 إلى عام 2006 96 بشكل خاص إلى 2006 انهارت جميعا بطريق مسدود لأنها سياسات خاطئة كذلك حماس شكلت ثلاث حكومات ووصلت إلى طريق مسدود الإشكال هو لجوء هاتين القوتين إلى القوة المسلحة بحسن قضايا خلافية سياسية في الحركة الفلسطينية تمس مصير القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بتقرير مصير الدولة المستقلة حدود أربع يونيو عاصمة القدس العربية المحتلة عودة اللاجئين وفق القرارة الأممية 1994 ولذلك القول أن المصالحة بين فتح وحماس قول يحتاج إلى تصويب إلى تصحية لا يؤخذ به جديا لماذا؟ لأن الإشكالية هي بين كل مكونات الشعب الفلسطيني بتياراته وبين سلوكيات خاطئة أعطت نتائج ضارة بالقضية والحقوق الوطنية ومسارنا إلى الأمام سلكتها فتح وأيضا سياسات خاطئة سلكتها حماس الآن برغم ذلك وقعنا على أربع اتفاقات كبرى بالحوال الوطن الشامل بالقاهرة في مارس 2005 ووضعنا إطار سياسي للوحدة الوطنية وإسقاط الانقسامات السياسية اثنين جبهة مقاومة متحدة بين جميع القوى الفلسطينية لأننا جميعا تحت الاحتلال واستعمار الاستيطان اثنين أن نبني الوحدة الوطنية على أساس إتلاف يقوم على قوانين التمثيل نسبة كامل هذا بألفين وخمسة هذه أفكار الجيوب الديمقراطية لم ينفذ هذا على يد حماس وعلى يد فتح بل لجأت كل من حماس وفتح إلى الانقلابات السياسية والعسكرية لأن هذه القوى لا تتعاطى مع قوانين التحرر الوطني التي قدمتها لنا تجربة شعبنا وتجارب شعوب العالم التي ناضلت من أجل التحرر الوطني والاستقلال فبالتالي أيضا عدنا ووقعنا وثيقة الوفاق الوطني بغزة بالإجماع بما في حماس وفتح وكذلك وقع ذات الشيء بل أكثر من هذا وقع بعده اتفاق بمكة المكرمة في 8 فبراير 2007 وبرحاب الكعبة ومع ذلك بين فتح وحماس لثنائية المحاصصة بالسلطة اقتسام السلطة ثنائيا ومع ذلك هذا الاتفاق انهار بعد أشهر قليلة بـ 14 يونيو 2007 لجأت حماس إلى القوى المسلحة وهيمنت على قطاع غزة بالقوى المسلحة ثم وقعنا اتفاق رقم 3 بالحوار الشامل بالقاهرة بمارس 2009 وكان مصير التعطيل تحت عنوان ادعاء من الإخوة بحماس بأن الورقة المصرية التي لخصت نتائج الحوار الشامل ورقتين ورقة قدبت لفتاح والجبى الديمقراطية وفصائل منظمة التحرير وورقة لحماس ليتضح أن هذا غير صحيح اطلاقا والدليل على ذلك جئنا وقارننا بين الورقتين في الحوار الوطني الشامل الذي انعقد بالقاهرة في مارس 2009 لكن حماس رفضت توقيع على أعمال هذا الحوار سنتين كاملات إلى 4 مايو من جديد اجتمعنا بالقاهرة بالحوار الوطني الشامل ووقعنا بـ 4 مايو 2011 على اتفاق سقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار سياسي برنامج سياسي موحد جبهة مقاومة موحدة آليات تنفيذية على يد القيادة المشتركة التي وقعت هذه الاتفاقات وعلى قاعدة أيضا العودة للشعب بانتخابات لمؤسسات المجتمع بلديات، نقابات، جامعات، مرأة، شباب إلى آخره بالتمثيل النسبة الكامل وانتخاب الشعب للسلطة التشريعية في الأراضي المحتلة لأن المجلس التشريع الذي تسمعون عنه هذا مجلس خاص فقط بسكان الضف وقطاع غزة والقدس العربية المحتلة لا سلطة له على 68% من الشعب الفلسطيني في أقطار اللجوء والشتات وأن يتم بالتمثيل النسبة الكامل كذلك الحال مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الجامع المشترك لجميع قوى الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج الكنيسة الجامعة أيضا بالداخل والخارج بالتمثيل النسبة الكامل من الذي عطل هذا؟ عطل هذا من يلجأ إلى القوة بديلا للحوار الوطني الشامل الإخوة بحماس وفتح ولذلك ليس مطلوب مصالحة بين فتح وحماس إن عملت أكثر من مصالحة بين فتح وحماس وأبرزها إن عملت برحاب مكة المكرمة وبرعاية عبدالله بن عبدالعزيز وعملت بـ 8 فبراير 2007 وبعدها بأشهر قليلة تم اللجوء إلى السلاح والإطاحة بهذه المصالحة بين فتح وحماس على يد انقلابات سياسية وعسكرية لذلك أقول علينا أن نصوب الرؤية المسألة مسألة وحدة وطنية تقوم على قواءة جديدة ديمقراطية تعددية وبانتخابات في صفوف الشعب بالمجتمع بالسلطة التشريعية وبسلطات منظمة التحرير التشريعية والتنفيذية على قواعد التمثيل النسبة الكاملة ما ينفعش يا فاندي الحركة تكون موجود في القاهرة وما نتحدثش مع حضرتك عن الملف المصري الإسرائيلي الفلسطيني وضع مصر في هذه الأحداث وفي مجراءات الأحداث الأخيرة ما بعد يناير ووضعها الإقليمي ووضعها حاليا في القضية الفلسطينية ماذا بعد في رؤية حضرتك أقول دائما بأن المسألة الفلسطينية مسألة أمن قومي مصري وأولا وثانيا مسألة أمن قومي إقليمي في منطقة المشرق العربي وقومي عربي ولذلك هناك مصلحة مباشرة لمصر أن تكون صلتها هي الصلة الأقوى بالمسألة الفلسطينية لحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وعلى هذا كانت مصر الداعي الدائم والمستجيب للحوار الوطني الشامل الذي عقدنا بالمراحل التي ذكرتها لكم من مارس 2005 إلى مايو 2011 ما عدا حوار شامل جولة معينة وقعت بغزة وحوار ثنائي بين فتح وحماس وثنائي وقع بمكة المكرمة بالسعودية ولذلك أقول بالنسبة لمصر أيضا دفاعا عن نهضة مصر وتطوير وتحديث مصر خاضت مصر حروب فرضت عليها مثل العدوان الثلاثي واحتلت أراضيها لأن نهضة مصر تمثل ثقل كبير على التوسعية الإسرائيلية الصهيونية ولذلك لا يريدون حتى لمصر النهضة وليس فقط لا يريدون دورا لمصر هذا وهذا لا يريدونه لمصر مصر أيضا خاضت أربع حروب دفاعية دفاعا عن حدودها مع الأراضي الفلسطينية دفاعا عن حدودها مع دولة إسرائيل التي تتسع دائما بهذا الميدان حرب 48 حرب 56 حرب 67 خمس حروب حرب الاستنزاف وحرب 73 كله من أجل الدفاع عن نهضة مصر وفتح الطرق أمام ذلك والدفاع عن حدود مصر بالمجاورة للأراضي الفلسطينية المجاورة لدولة إسرائيل والدفاع عن المصالح المشتركة الفلسطينية المصرية فضلا عن المصالح العربية القومية المشتركة بشأن الأمن القومي العربي لذلك دور مصر طبيعي موضوعي مطلوب مدعوة مصر إلى بانتظام ونحن مع هذا الدور أن يكون أكبر فأكبر على قواعد ما تجمع عليه القوى الفلسطينية دون انحياز لأي فصيل دون فصيل آخر ودون استضافة مباحثات تقوم على المحاصصة التنائية بين فصيل وفصيل آخر في إطار شامل والمصالح الشاملة الوطنية الفلسطينية الوطنية المصرية والوطنية المشتركة فيما بيننا سيد نايف اليسار والاتجاه اليساري وحضرتك من أبرز اليساريين العرب هل في الفترة الأخيرة تعتقد من وجهة نظرك أنه نجح في أن يجدد نفسه؟ نا أرى بوضوح أن الاتجاهات العربية تنتعش الآن من جديد في البلدان العربية وبأعماقها القومية لأن أدركت الشعوب العربية جميعا بأن مصالحها لا يم بالنهضة الذاتية لكل بلد من البلدان العربية ليست مفصولة عن ضرورة حماية أمنها المتداخل بين الأمن الوطني القومي والأمن الوطني والقومي العربي وفي المقدمة القضية الفلسطينية وكذلك أقول بوضوح أن هذه الثورات قد لا يظهر في البداية لونها الذي يجمع بين الوطني والقومي العربي لكن لنأخذ تجربة مصر على سبيل المثال في الميدان حتى سقط الطابق العلوي بالاستبداد والفساد من بناء 3040 طابق سقط الطابق العلوي لم يرفع ويحرق علم إسرائيلي واحد أو علم أمريكي واحد لأن الشبيبة أدركت أن تنظيف البيت من الداخل أولا هو الطريق لدور يكبر أكثر فأكثر لمصر في القضية الفلسطينية والقضايا والأدوار العربية وبعد أن سقط الطابق العلوي بالاستبداد والفساد وجدنا نشاطات شبابية تتجه إلى قضية فلسطين والثورة الشبابية المصرية التي سرعان تحولت إلى ثورة شعبية شاملة لكل مكونات الشعب الفلسطيني بدأت تطلع إلى فلسطين والآن مطروع على جدوى الأعمال من أجل حماية سيناء ومن أجل حماية الحدود المصرية ضرورة أعادة النظر باتفاقات كام ديفيد إن لم يكن البحث جديا باتفاقات من نوع جديد على الأقل تعديل اتفاقات كام ديفيد أنتم تعلمون ونحن نعلم أن المساحة الأكبر من سيناء يوجد فيها شرطة مصرية لا توجد فيها قوات مسلحة مصرية بينما السيادة يجب أن تكون سيادة كاملة أي أن تتمدد القوات المسلحة المصرية إلى جميع أراضي سيناء حتى الحدود مع فلسطين لأن هذا حق لمصر حق لشعب مصر وحق لعشرات ألاف شهداء المصريين الذين سقطوا لدرجة يكاد لا تجدي عائلة مصرية إلا وعندها شهيد أو جريح أو معطوب في الدفاع عن نهضة مصر والطورة وتحديثها وفي الدفاع عن القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وفي الدفاع عن الحدود المشتركة المصرية الفلسطينية زيارة متميزة جدا ولقاء متميز جدا وكان نفسنا لا ينتهي الحقيقة وكان نفسنا يستمرنا مع حضرتك نتمنى يكون في زيارات أخرى يا فندم لمصر أكيد إن شاء الله وتكون معنا هنا في نهارك سعيد ونتكلم عن نتائج إيجابية لهذه الزيارات فمنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا يا فندم في حواتما أمين نعام الجافة الديمقراطية لتحديث رسطين منشكر حداياك وتشرفنا بالجودك معانا النهاردة منشكر كل المشاهدين اللي تابعونا أعتقد كده إحنا حلقتنا خلاص أعتقد كده جدا ويعني نكلم سنوات خلاص الصراحة لأن مش كل يوم بيبقى معانا شخصيات متميزة بهذا الحجم وبهذا الفكر وأعتقد أن احنا في المرحلة اللي جاية محتاجين فكر الفكر هو المفتاح وبداية الطريق نهاركم سعيد ترجمة نانسي قنقر